ما زال مروجي الشائعات اللي كل همهم هو إثارة الفتن داخل النادي الأهلي سواء الفتن ما بين الجماهير أو الفتن ما بين الجماهير ومجلس الإدارة أو اللاعبين والجهاز الفن في ناس تخصص شائعات عايزين يعملوا فتنة ضد النادي الأهلي وخلاص أو جوه النادي الأهلي ولكن صدقني أنا حرد عليك ولكن محدش شايف الناس دي حضرتك وأصحاب الشائعات سواء صفحات أو سوشال ميديا أو برامج وهنا أنا بتكلم عشان بس ما حدش يخدني في سكة جمهور الأهلي أنا هنا بتكلم عن بعض من لا يشجعني لأهلي هتقول لي إسلام أنت ليه بتقول كده هقولك أنا كل ما بفتح المواقع والصفحات والبرامج من اليومين اللي فاتوا دول بحس إن الشناوي ماسك سيف وخنجر في النادي الأهلي ويلعب يا بلاش كم واحد حاسس بمثل هذا الإحساس وكم واحد وصل لحضراتكم هذا الإحساس كتير صح؟ طيب مش هقول لحضراتكم أنا اتكلمت مع مين أو عملت إيه عشان أطلع أتكلم معاك مع جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي بيعلم الحقيقة بدون محمد الشناوي هو كابتن النادي الأهلي محمد الشناوي بعيدا عن حرص المرمى اللي هو أفضل حرص مرمى في مصر خلال هذه الفترة والفترة السابقة وإن شاء الله المستقبل القريب القادم محمد الشناوي له دور مهم وكبير داخل النادي الأهلي بوجوده ككابتن الفريق وهو الزراع الأيمن لكابتن خالد بيبو ولمستر كولر في تنفيذ كل ما يريدونه من داخل الفريق طيب هو كابتن شناوي ناس نسألنا إسلام هو كابتن شناوي مرضيش يقعد احتياطي لكابتن فيه أولا حمن كده مفيش صح كابتن شناوي مرضيش يقعد احتياطي لكابتن مصطفى شوبر مش أنا اللي حرد مارسيل كولر في المؤتمر مبارح الرجل رد على الكلام الغريب ده وقال إيه محمد الشناوي مرفضش ولا يقدر يرفض الراجل مرجعش التدريبات أصلا والراجل مصاب محمد الشناوي عنده إصابة عنده إصابة في السمانة السمانة إصابة ده ما تقيل مش أي حد حيبقى عارف كلام اللي أنا بقوله ده لما بترجع من إصابة خلفية أمامية ضمة بتاع أو حاجة في الكتف المهم بقالك شهرين ثلاثة ما بتتمرنش أول إصابة بتجيلك بعد ما بترجع أو أول شد بيجيلك هو شد السمانة كلنا كلعيبة كرة عارفين هذا الكلام الشد ده لو جالك ويعني عملت منك سنة أو وجعتك سنة لازم تستريح لها أربع خمس تيام وهتبقى كويس أنا بقول لكم إن وقع خبرة مارسيل كولر قال أنا عندي اتنين لعيبة مصابين أحمد عبدالقادر ومحمد الشناوي اللي حيرجع أنا بقول تقدير من إسلام وليس أمر رسمي من النادي الأهلي ده تقدير من أنا محمد الشناوي في خلال يومين تلاتة هتلقوه موجود هي أصابة السمانة كده هي أصابة السمانة كده أول ما ترجع من إصابة طويلة شهرين تلاتة أول حاجة هتوجعك السمانة لازم تاخد لها تلاتة أربع تيام لعيبة الكرة هيبقوا عارفين الكلام اللي أنا بقوله ده ولكن لمصلحة مين حضرتك تطلع شائعات ضد النادي الأهلي في هذا التوقيت الأهلي عنده مهمة وطنية دولية أو إفريقية أمام نادي التراجي في نهاية دوري أبطال إفريقي هو في حد صلت حضرتك كموقع أو كبرنامج أو كصفحة سوشيل عشان توقع النادي الأهلي مهمة حقول إيه طيب ولا مرسل كولر كمان بيجدب طيب مرسل كولر تكلم عن الشناوي بشكل واضح وتكلم عن أفشة بشكل واضح قال لك أفشة اتقال أن أفشة أساساً هو معاقب وأفشة كذا وكذا طب الراجل رد قال إيه قال أنا ما عنديش عقوبات لأي لعب يعني أفشة قال أن هناك ترتيبات فنية في اللي بيلعب أفضل منه فأنا بلعب الأجهز فنية وده طبيعي ده بالنسبة لأفشة يعني هو من وجهة نظره أنه هو لعب بمجموعة المجموعة دي بتكسب وكسبانة ومشي بشكل جيد قال لو أفشة أو غيره تقلق من 10-12 واحد اللي برى الفرقة تقلق هيخش الفرقة تاني ولكم مثال في أحمد عبدالقادر مثلا أحمد عبدالقادر كان برى الفرقة خالص والناس قاعدت تقول كذا وكذا وأفلام وحكايات ورواية تقلق في التمرين رجعوا الماتشاط تقلق في الماتشاط بيلعب لغاية دلوقتي كولر أفل ملف الشناوي وكولر أفل ملف أفشة أموا دخلين على كريستو كريستو زعلان وعايز يمشي بالمناسبة هو لو زعلان فيها مشكلة ما فيهاش مشكلة لازم يزعل أنه هو ما بيلعبش أنا قلت لحضراتكم قبل كده أي لعيف في العالم ما بيزعلش أنه هو بيلعب أنا شخصيا بيبقى عندي مشكلة كبيرة جدا معاه فأي لعيف في الدنيا مش كريستو بس ده اسمه هالند من يومين والانبارح وهو طالع عشان مطلعه وهو جاب تلت تجوان عمل مشكلة مع جوار ديول فما بالك لوحد ما بيلعبش بقاله فترة يعني أنا بس حبيت أن أنا وبحب أن أنا رد بمنتهى الوضوح دائما عشان مصر كلها تعلم لأن أنا عارف أن ناس كتيرة جدا بتقعد تستنى هذا البرنامج وناس كتيرة جدا بتشوف هذا البرنامج والحمد لله والشكر لله كلامنا بيطلع الحمد لله دائما ما يكون الصدق هو طريقة هذا البرنامج مش إسلام ولكن البرنامج بالكامل مش البرنامج فقط ولكن كل اللي موجودين في قناتين دي الأهل target شكرا those شكرا 접ينيلا